سباح العسل يا حلوين شا اخباركم اليوم الاحد تسعة عشر اربعة رحنا نبلج درس جديد الصوت المرتفع والصوت المنخفض يا تاني درسنا كتير حلو معلومتين بسيطات حلوات وسهل ان شاء الله عليكم رح يكون اي الدراجتين يصدروا عنها صوت مرتفع عالي يا تاني وايوما يصدر عنها صوت منخفض هلا السورة الاولى البسكليت هذا اللي انتو بتحكوله وهي الدراجة الهوائية والصورة التانية الدراجة النارية هلا الاولى يا تاني رح يقرنها صغيرة رح يكون صوتها منخفض اما السورة التانية رح يكون صوتها مرتفع هلا هون لماذا يكون الصوت مرتفع احيانا ومنخفض احيانا اخرى هلا يا تاني هدا السؤال نفسه هيو رح نحلو عندنا نكتشف معا لنكتشف معا متى يكون الصوت مرتفعا ومتى يكون الصوت منخفضا حسب درجة الاهتزاز تاني انا مثلا اعملت اهتزاز خفيف شو رح يكون الصوت يا تاني منخفض اعملت اهتزاز قوي عالي شو رح يكون الصوت مرتفع اذا احتاج الى مصدرة وكاس ورق تغليف بلاستيكي او كيس نايلون ومطاطة وحبات الارز هون يا تاني نشاط رح تعملوه ورح تكتشفوا كيف الصوت يا تاني انه رح يكون منخفض او مرتفع عالي اذا عنا هان اعمل غشاء بتثبيت ورق التغليف اضع حبات الارز فوقه الغشاء كما في الصورة هون يا تاني هاياتو انا عملت لكم واحد انتوا اعملوا بالبيت وشربوه هيا تاني هلا بحكي لنا هون اطرق طرقا خفيفا اكتب عند الحالة رقم واحد هيا تاني اذا انا طرقت طرق خفيف هان هل اسمع صوتا طبعا يا تاني سمعت صوت بس صوت منخفض اذا هون اطرق طرقا قويا على الغشاء شوفوا اذا ايش انا سمعت سمعت صوت اذا هون يا تاني اطرق طرقا قويا حطوا عندها رقم اثنين حالة رقم اثنين هل أسمع صوتا طبعا أنا أسمعي الصوت إذن نعم في أي الحالتين كان الصوت مرتفعا في الحالة الأولى ولا الحالة الثانية إذن في الحالة الثانية لأنه كان أنا اهتزازها كبير عملت لها اهتزاز أكبر إذن في الحالة الثانية هلأ مقدار الاهتزاز اللي عملناها التجربية نهاية بالجدول هلأ رح يكون اهتزازنا يا كبير يا صغير هلأ الاهتزاز الكبير يا تاني رح يكون بيصدر عنها صوت مرتفع أما الاهتزاز الصغير يصدر عنها صوت منخفض كمان مرة الاهتزاز الكبير يصدر عنها صوت مرتفع والاهتزاز الصغير صوت منخفض هلأ يا حلوين لنتعلم معا هذا حفظ زائد نسخ في الدفتر هو هاي دا المعلوميتان المعلومتين اللي احنا بنحكي عنهم بالدرس كتير سهل وحلو إذن الصوت العالي المرتفع ينتج عن اهتزازات كبيرة إذن الصوت العالي المرتفع ينتج عن اهتزازات كبيرة أما الصوت المنخفض ينتج عن اهتزازات صغيرة إذن ينتج عن اهتزازات صغيرة هلأ في السؤال في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا عند إغلاقه برفق أما عند إغلاقه بقويتا لما تكون تسكروا الباب يا حلوين لما تسكروا شوي شوي بيطلع صوت أكيد راح يكون صوت مرتفع ولا لما أنتو تخبطوا الباب بحامي إذن عند إغلاقه بقوة لأنه يصدر عن اهتزازات كبيرة نتجت عنه يا تاني إذن إحنا راح يصدر صوت مرتفع عند إغلاقه بقوة هلأ تفرجوا هون لنكتشف معا تفرجوا على هذا الزلم الموجود بالسورة هذا يا تاني بيستخدم آلة كبيرة وبنتج عنها اهتزازات كبيرة فرح يكون الصوت يا حلوين مرتفع إذن لماذا يضع الرجل في الصورة واقيات على أذني يا تاني ليش بحط واقع على أذنه لأنه يا تاني هاي الآلة تصدر صوت مرتفع فكيف راح يحمي أذنيه لازم يحط واقع على أذني حتى يا تاني إنه ما يتنأذل الآن من الصوت لحماية أذني من الصوت المرتفع وهو العالي إذن يا تاني بين كل الدرس رح نحفظ أهم إشي إنه الصوت العالي المرتفع ينتج عن اهتزازات كبيرة والصوت المنخفض ينتج عن اهتزازات صغيرة ويعطيكم العافية حلوة